وإحنا بنتكلم بقى على البرلمان عراجنا كده على الفطير المشالتت أحد النواب النائب رائف تمرز وكيل لجنة الزراع والري في مجلس النواب عزم مجموعة من النواب على الفطير المشالتت ورحوا أخذ الفطير المشالتت بدخله البرلمان وأول آخره يا فندم أنا أدخل الفطير المشالتت والجبنة القديمة والعسل الناحل أدخله قناة النهار لأن كناة النهار خاصة خاصة ما روحش بالحاجات دي جريدت الأهراب وحاسب عليها وحاسب حضرتك بدخل الفطير المشالتت والجبنة القديمة أنا مش معترض على الحالة مش معترض على إنه كنت وبتاكل وجبنة قديمة ومشالتتين وبتاهمها ما فيش مش أزمة عندي إنما الأزمة إنه خدنا مشالتت النواب النواب بقى مشالتت طيب ليه أعمل زوبعة ليه أعمل مشكلة ليه يا فندم ما تعزمهم برا في أي مكان برا خد قاعة في أي مكان ولا أي حاجة ولا بتاع ولا أعزمهم على رصيف الترعة ولا أعزمهم في بيت حضرتك في المكان اللي أنت فيه ولا إيه لي يجيب الفطير من دا حتى الفطير يتعب يا فندم أو الله الفطير يبقى مجهد يعني حضرتك بتجيب الفطير من بلدك لهنا تحس كده إنه بقى مش صابح لا خد النواب وروح فطره منك مش أزمة يعني إنما أجيب الفطير المشالتت ودق بقى يجيب لي بقى طوز وبعد ينجيب ما فيش بانة وبعد ينجيب لحمة بتلو وبعد وبعد ينجيب فقدة وبعد وهنشتغل بقى أفش بشكل أفل